قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن واشنطن ليس لديها خطط للانسحاب من العراق نافيا صحة رسالة نقلتها وسائل إعلام حول إجراءات للانسحاب بناء على دعوة من البرلمان والحكومة العراقيين سياستنا لن تتغير ولن نغادر العراق نحن هناك في مهمة لمساعدة القوات العراقية والحكومة العراقية ليصبح العراق دولة قوية مستقلة ومزدهرة هناك إجراءات ينبغي على الحكومة العراقية المرور بها في حال طلب خروج القوات الأمريكية من جانبه قال رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي إن مهمة القوات الأجنبية في العراق أخذت بعدا آخر غير القضاء على تنظيم الدولة وأضاف في كلمة خلال ترأسه الاجتماعي مجلس الوزراء أن المخرج الوحيد للأزمة التي تعيشها العراق هو خروج القوات الأجنبية من البلاد اللي حدث أيضا من اختيالات وغيرها فجر حالة شعبية وشفتوها تقول احنا لا نرضى بيقاء هذه القوات هذه القوات يجب أن تخرج لم يعود هناك من مخرج حقيقة للتهدئة ولضبط الأوضاع غير هذا المخرج لذلك الآن مجلس النواب صوت رئيس الوزراء قال أنا مؤيد لهذا المقترح وأوصي به لأن ما عندي غير مخرج وفي الاجتماع نفسه قال عبد المهدي إن حكومته تلقت رسالة من القيادة الأمريكية تتحدث عن انسحاب القوات الأجنبية ولكن قيل لاحقا إنها خطأ بالأمس استلمنا رسالة من القيادة الأمريكية تتكلم عن الانسحاب ثم هذه الرسالة بعد أربع خمس ساعات قيل إنها كانت خطأ قيل إنها كانت خطأ الرسالة تشير بوضوح الانسحاب من العراق وإحنا أرسلناها فورا إلى وزير الخارجية إلى سفيرنا في واشنطن إلى بقية الأطراف حتى لا تبدو حتى لا تستغل وهذه الأطراف تفسر الحركة العسكرية القائمة كأنما نشاط لزيادة عدد القوات وقد يراها البعض بالضد من عملية الانسحاب ويبدون بالتعرض إلى هذه القوات وقد صعدت فصائل الحجر الشعبي من حدة تصريحاتها إزاءة الوحي إدارة ترامب بعقوبات اقتصادية عقب طلب بغداد من واشنطن سحب قواتها من البلاد وكان البرلمان العراقي قد أصدر قرارا أو كلا ألبت بالإبقاء على القوات الأجنبية من عدمه لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي في خطوة أثارت جدلا واسعا في البلاد ويبدو أن مقتل سليماني والمهندس سينعكسان سلبا على مطالب المحتجين إذ تضغى تدعيات هذا الحدث على الاحتجاجات ومطالبها خصوصا أن العراق هو الساحة الرئيسة للصراع الأمريكي الإيراني حاليا يواجه الحراك الشعبي في العراق منذ اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس تحديا هاما من حيث الوجود والأهداف التي انطلقت من أجلها الاحتجاجات ألقت عملية الاغتيال بظلالها على التظاهرات التي انطلقت في إكتوبر تشرين الثاني إذ غاب الزخم الإعلابي الذي ترافق مع الحراك فيما وجدت الأحزاب السياسية الداعمة للميليشيات فرصتها المثلى لاستقطاب الشارع وتوجيه بوصلة المزاج العام نحو الصراع مع واشنطن بحسب مراقبين سيناريوهات محتملة عديدة على طاولة المحتجين فإما التصعيد غير محمود العواقب أو تسوية قد لا تكون على النحو المنشود خصوصا مع ارتفاع أصوات مؤثرة في الحشد الشعبي تتوعد وتحذر الداعمين لهذه الاحتجاجات التي اتهموها بالارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية التظاهرات التي انطلقت في كربلاء اخترقت فيما يبدو حاجزي الخوف والتغدد الذي كان سمة الأيام الماضية إذ دعا المحتجون إلى رفض التدخلات الخارجية مطالبين برئيس وزراء من خارج حدود الأحزاب الحاكمة مرحلة ما قبل اغتيال سليماني ليست كما بعدها ولعل واحدا من ارهاصاتها ذلك الدعم الذي كان يبديه زعيم التيار الصدري للمحتجين وقد تحول بعد مقتل سليماني إلى اعلان حرب على الاستكبار العالمي على حد وصفه الاحتجاجات التي قادها شباب عراقي طامح بالحرية والاستقلال باتت اليوم في مهب ريح التجادبات الإقليمية والدولية على أرض العراق معنا من اسطنبول ناجح الميزان السياسي العراقي المستقل سيد الميزان هل تتفق مع من يرون أن الانتفاضة العراقية هي الخاسر الأكبر من هذا الصراع الأمريكي الإيراني؟ لا ابتداء طبعا تحية لك والمشاهدين لا بالتأكيد هناك ضرر أصابها على أقل مثلا الإعلام لا يتناولها لأن هناك أحداث جسام مثل مقتل سليماني وغير سليماني وهذا القرار المسرحي الذي سواء البرلمان بإخراج القوات الأمريكية لكن بالنتيجة كحقيقة واقعة هو أن المتظاهرين باقين يعني أن ينكفى الإعلام عنهم أو لن يكونوا تحت الأضواء هذا الشيء وبقاءهم وتحديث مطالبهم يعني مثلا في كل خضم هذه الدعاءات والبرلمان مع إيران لكن تجدهم مثلا يرفعون شعار جمعة جاية نريد وطن لا حصار بإشارة أنه هم ضد البرلمان وهناك أشتاق البرلمان العراقي لا يمثلوني هاي ردود الأفعال يعني بمعنى المتظاهرين عدوا بخطة مدروسة حتى مع المستجدات عكس البرلمان العراقي والحكومة العراقية اللي بالتلفون يجي من طهران بدون أن يفكرون يستخذون قرارات مضرة بالشعب العراقي ومصلحة الشعب العراقي لكن رئيس الحكومة عدل عبد المهدي يقول أن الشعب العراقي يريد خروج القوات الأجنبية وإن الحال هو في خروج هذه القوات لم يتطرق أبدا لمظاهرات وانتفاضة الشعب العراقي المتواصلة المشكلة برأيه فقط أن تخرج القوات الأمريكية لا شوف عدل عبد المهدي هو مطلوب رأسه للشعب العراقي هو استقال بغض النظر هذا استقالته وخروجه من الحكم لا يعني إسقاط التهم عنه هو يتحمل المسؤولية كاملة لخمسمائة أكثر من خمسمائة شهيد من المتظاهرية الأبرياء أكثر من ثلاثة وعشرين ألف جريح هذا بالنتيجة أضف إلى ذلك أن عدل عبد المهدي هو مطلوب رأسه للشعب فكيف يتحدث بسبب الشعب لكن هو يتحدث حسب التعليمات الإيرانية أضف إلى ذلك تسربت معلومات أن عدل عبد المهدي يعلم جيدا أنه متهم بتسريب المعلومة للأمريكان حول وصول قاسب سليماني ولهذا ذهب للأبعاد وأعلن التوصية وهو قال كنت سأستلم منه رسالة حول السعودية ومن هاي الكذب اللي مفضوح اللي كل الشعب العراقي اليوم يعني يسخر من رئيس وزراء بهذه الادعاءات الكاذبة علما هو مسؤول عن طيب سيد ناجح الميزان كيف يمكن الانتفاضة العراقية أن تتواصل والأصوات الآن تعلو بين الحجر الشعبي والقوى السياسية أن عليكم أن تواجهوا الأمريكيين لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة صارت الآن النغمة هكذا في العراق لا هي هاي الفضيحة يعني لمن يدعون المقاومة اليوم هم صدروا بيان قرار وعلما أنه البرلمان ليس من اختصاصه ومنعة المحكمة الاتحادية أن يصدر البرلمان قرار يعني هو يشرع قوانين ويراقب لكن سوى شيء أرضاء لإيران اليوم المقاومة ما يسمى بمحور المقاومة والميليشيات اليوم على المحاك بعد تصريح اسبر قبل شوية وترامب وبومبيو قالوا لن نخرج من العراق طيب ماذا تفعلون هنا الكارثة أو هنا الفضيحة إذن ماذا ستفعلون يا كتاب حزب الله ويا عصائب ويا ويا بدر ونصر الله وغير نصر الله ستنكشف الحقيقة بأنه مجرد ادعاءات وبأنه لا يستطيع أن يفعل شيء لكن هما أقوياء على الشخص هل ستتواصل الانتفاضة العراقية لا بالتأكيد بالتأكيد ستزيد بعد أن ينكشف محور المقاومة بأنه لا يستطيع أن يفعل شيء وأنما كل الدعاءات سترون بالأسبوع القادم ومن وراءه أنه ستكون المظاهرات الشهد وخاصة في هذه الجمعة يرفضون الحصار ويرفضون تصرفات البرلمان عندما يرفع صورة قاسم سليماني أعلن بشكل رسبي بأنه هو هذا البرلمان برلمان إيراني والحكومة إيرانية هذه ستقوي المظاهرات شكرا جزيلا ناجح الميزان السياسي العراقي المستقل في إسطنبول